كتير مننا بيكون نفسي يأكل حاجة حلوة بس ما تكونش تأكل دايما زي صانية الكيكا مثلا هيا كل البيوت بتعملها وهي حلوة جدا 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 كمان ومحدش يقدر يقلل من قيمتها طبعا على الرأس طبعا بس أقصد في التغيير ان احنا محتاجين ندوق قطعم مختلفة طعمه ما تعودناش عليه قبل كده اللي هو احنا اقول مرة ندوقه بس مش دايما القطعم المختلفة دي بدنقدر ان احنا نعملها لأسباب كتير جدا يا اما مكوناتها مش كلها متوفرة يا اما ما نعرفش الطريقة كاملة او ما بننجحش فيها او مكوناتها غالية ومكلفة فكرة الفيديو النهاردة هي اني ازاي اعمال حلويات تكون نجحة من اول مرة ولذيذة ومكوناتها موجودة في اي مكان ومش مكلفة خالص تقريبا كده مش هتكلفك 30 جديد هنحتاج في الوصفة دي تالت كياس بسكوت تقدري تستخدمي اي نوع سايدة متوفرة عندك دول اللي كانوا موجودين عندي وقتها وعلبة دانة كراميل وكيس نيس كافي فانيليا وكريم كراميل واشطة وكوب لون اول حاجة هعملها اني هجيب صونية سهلة الفتحة لو انت حب انها تتجمد وتكلها زي اللي تشيز كيك ولو هتكلها زي من غير ما تتجمد استخدم اي صانية عادي مبيش اي مشكلة اول حاجة عملتها هني رصيت كسين من بسكوت في الصف الاول ودفت عليهم حاجة بسيطة من اللبن عشان ما يبقاش مماي ماي انا عاوزا يكون طري بس ندخلوا بقى الفريزر لحد ما نعمل الكراميل مع بعض اضيف كوب اللبن وعليه الكيس الكراميل البودر مش الكيس اللي فيه السكر المتكرمل وحطوه على نار هادئ لحد ما ينضج في الوقت اللي الكراميل فيه على النار هبدأ اضيف في طبق قشطة وعليه كيس نسكفي الكراميل وهقلبهم بقى مع بعض كده على حد ما القشطة تندمج مع الكراميل بعد كده هضيف كيس بسكوت سادة الكيس ده كان عبارة عن 20 قطعة انا ما استخدمتوش كله استخدمت 15 قطعة بس بعد ما يكون الكراميل اللي نضج هسيبه يبرد شوية وهضيفه على القشطة والبسكوت ونسكفي الكراميل وبعد كده هحطوهم في الكبه وده كان شكلهم بعد ما ضرفتهم في الكبه هبدأ بقى اضيفهم على البسكوت اللي عملناه في اول الفيديو بعد كده هحطو في الفريزر لمدة ربع ساعة مش كتير لو انت حابة تزاودي براحتك انا حبيت ان انا اكلها وهي ما بين التجميد شوية وما بين انها تكون سايلة هبدأ بقى اني اضيف علبة دانة كراميل على الوش وافردها هتدي طعمة حلوة جدا الفكرة هنا ان انا عاوزة كل طبقة يكون لها طعم مختلف عن الطبقة اللي قبلها اول لبعدها بعد كده هضيف السكر المكرمل اللي كان في علبة الكريم كراميل اللي استخدمناها طبعا في اول الفيديو ويحاول بقى ان نعمل بيه زجزاج وروح بشوكة بالطول وبالعرض عشان يعمل شكل حلو كده ولو انت حابة انه يكون كطبقة اخيرة للصانية ممكن نستني لما الصانية تجمد شوية ويضيفي الكيس كله فيبقى طبقة اخيرة لونها عسلي كده حلو بس انا استكفيت بيه هو كده وبس كده احبكم لو وصلت لحد هنا من الفيديو فشكرا جدا لكم تنسوش تعملولي لايك لو الفيديو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة انا بنزلها بس كده انا بحبكم جدا وشكرا جدا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر